شرب المخ سيتم طيلة اليوم بكيميات متقطعة و بفترات متقطعة لأن الجسم تحتاج الماء طيلة اليوم لا يحتاج الى العشياء ونشرب عطل الماء لأننا سديت الاحتياجات لا، نعرف بأن جميع التفاعلات الكيميائية التي تضطر داخل الجسم تحتاج إلى الماء وعندما كانت تنتصر العطش سيديجة خطر البداية الإحساس بالعطش هي البداية الاجتفاف هي البداية أن الجسم تفقد مجموعة الأمور التي هي مهمة بالنسبة له لأن الجسم التفاعلات الكافيسية وانتلكتوية تتنقص هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو شرب المخ سيكون دائما في درجة حرارة عادية عندما بارد سيبرد العطش و عندما طائب سيضعفني شرب المخ في درجة حرارة عادية لأن المعدمة تتخليطها حاجة تدوز إلى درجة حرارة الجسم هي 37 درجة هذه النقطة الثانية النقطة الثانية هو أن شرب الماء دروري خاصة يتم في صباح فلاشية وبالليل لأنها تتساهم في الوقاية مجموعة من الأمراض على رأسهم مشكلة السمونة تساعدنا كذلك في التخلص من السمون بشكل متواصل وطالة اليوم لا تنسوا اشتركوا الماء كل 10 دقائق أو 4 ساعة تساعدنا تساعدنا